أي رب أنتم تعبدون شوفوا أنتم تنتمون إلى أي دين تتدينون بأي مذهب تذهبون في صلاتكم إلى أي قبلة الديمقراطية ليست شعاراً يحاول أن يختبئ ورائه المختبئون أو ليس برنامجاً حكومياً خداعاً تصل به إلى السلطة ومن ثم ترميه الديمقراطية فعلاً وسلوك يقترن بنتائج على الأرض هذا المشروع يحكمه قوانين وضوابط وله قواعد وفيه منتج وعندما يفشل أو تفشل القوى والأحزاب والحكام والولادات اللي يسموهم بالزعامات في تحقيق المشروع الديمقراطي أنا ما لي علاقة أنه أنت تقدم لي مبررات ليش في شلت وليش وصلت المجتمع لهذا السبب أنا لي علاقة أن أعرف أنك أصبحت أكسباير أو أصبحت فاشلاً لأنك لا تستطيع أن تتلائم أو تتوائم مع المشروع الديمقراطي لأنه قد تكون الديمقراطية مرحلة متقدمة على فكرك وعلى سلوكك وبالتالي عليك أن تفسح المجال إلى الآخرين حتى يأخذوا فرصهم في بناء هذا المشهد لأنه البقاء والاستمرار بهذه السياسة وعلى هذا النحو وبذات المنهج القائم يعني القضاء على كل ما تبقى في المجتمع الفوضى والاختناق والانسداد السياسي والمماحكات والاختلافات والصراعات والفساد والسرقات والتناحر والمذهبية والأعراف السياسية الخارجة عن القانون والدستور 18 سنة نحن نعيش في ظلالها مشهدا سياسيا بهذا الشكل وبهذا النوع ماذا نتوقع ويتوقع معنا آخرين ماذا ينتج ينتج فساد وينتج تدمير إذا ما أضيف إليه هناك قوى متلفذة تقتل من في السماء والأرض إذا ما زحمها أحدا على السلطة أو على مصالحها نحن نراقب بدقة ما يجري يعني عندما تصدر تصريحات الرسمية من مسؤولين رفيعية المستوى وذات اختصاص تقول أن خمسين بالمئة من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات بمعنى أن هذا المجتمع أقرع عليه السلام هذا هو نتاج المشروع الديمقراطي الذي يتحدث ويختبئ وراءه الكثيرين شوكت العراقيين كانوا يشربون مخدرات وليش ما انتظة القوى والأحزاب السياسية لما يصل مجتمعهم ولما ولدهم وبناتهم يشربوا المخدرات بهذا الشكل ومن اللي كان يبيع المخدرات ومن اللي يدخل المخدرات ومن أي دولة طبط المخدرات ومن كان يحمل المخدرات ومن يبيع المخدرات وشلون توزعت المخدرات ولما أنا سويت حلقتين في قضية المخدرات وكيف كانت تدخل إلى مدارس البنات نسبعنا ونشتمنا ولا عنه أو سونا صورة سوداوية وتجاوزنا على هذا وذاك من هذا أو هذه الجزئية الصغيرة أريد أنفذ أنه عندما تكون الديمقراطية في ظل قوى سياسية بهذا الشكل فهذا المجتمع قد انتهى لأن لدينا جيل بكامله قد انتهى خمسين بالمئة يشربون مخدرات شبقه؟ شبقه من المجتمع؟ بقه والعواجيز اللي فوق الستين والسبعين اللي مثل حالي وبقه والأطفال وبقه والرضى وبقه وجوج دولة اللي بالحروب الطاحنة مالة الوليادات والدكتاتوريات اللي يتحوقوا إذن أنا أشوف بدل ما أن نتسارع على السلطة ومغالم السلطة نتسارع على الذين يدمرون هذا النسيج المجتمعي يدمرون هذا البلد هذا الجيل هذا الشباب هذه لوحتها جريمة لا تختفر لهذه القوى ولن يصدقها أحدا اليوم أو غدا أو بعد غدا لو كفلها من ملائكة السماء كفيلا دعونا أو دعوكم أو اذهبوا إلى ما هو أنفع من الصراع إلى ما هو أنفع من تبادل الاتهامات إله وما هو أنفع من أنكم وأنتم وهم أنتم وهم وأولئك ومن يشتركون معكم هذه النتيجة التي وصلنا إليها في زمنكم الأغبر مكافي يعني مكافي أنه هذه الصور المؤلمة التي نشاهدها على هذا المجتمع في ظل هذا المشروع يا أخوان بدلوا مشروعكم الديمقراطي هذا بدلوا نظامكم البرلماني هذا راجعوا دستوركم هذا راجعوا سلوكياتكم هذا راجعوا أخلاقكم هذه شوفوا أنتم تنتمون إلى أي دين تتدينون بأي مذهب يعني تذهبون في صلاتكم إلى أي قبلة أي رب أنتم تعبدون ما بينا ذنب أن نصل لهذا المستوى كل شيء صراع انتخابات صراع تشكيل حكومة صراع انتخاب حكومة رئيس برلمان صراع نجيب رئيس جمهورية صراع نستورد إصلاح صراع نبني جيز صراع نحط موظفين صراع لازم هاي حصتك أنت منوحة تتاقض حصة أنا بس أريد أفتهم أنت منوحة تتاقض حصة هذا الحال من سنوات طويلة نصرخ احنا والبقية من الشرفاء اخوان نتائجكم سلبية اخوان شلوكياتكم عقيمة اخوان شعاراتكم رنانة لا تشبع جوعان ولا تتسعريان لش وقت راح نظل وهاي تبادل الاتهامات سارية المفعول إلى أمد غير مسمى وبالتالي تطرح اليوم شعارات أنه يجب أن نسوي حكومة للإصلاح شو الصلح بابا شو الصلح الإصلاح يجب أن يبدأ بإصلاح هذه القوى الناقمة على الناس والفاسدة التي تحتاج أن يعاد النظر بكل أبجدياتها أما ما أريد أقول مبادئها وأدبيات لأن ماكو مبادئ وماكو أدبيات لأن أنا أفهم إذا كانت أكو مبادئ وأكو أدبيات وأكو قوانين وأخلاق تحكم هذه القوى ما كان قد وصلنا إلى هذا المنتج ترجمة نانسي قنقر